طيب القائمة الدولية للحكام الملف ده الحمد لله والفضل لله احنا على مدار ثلاث أسابيع اتكلمنا فيه بكل الكواليس وكل التفاصيل وإحنا لما فتحنا الملف ده قلنا احنا احنا بنتكلم في ملف القائمة الدولية للحكام من أجل مصلحة مصر لأن العنصر اللي هيدخل قائمة دولية أو الحاكم اللي هيكون في القائمة الدولية ده هيمثل مصر خارجيا في البطلات الإفريقية وفي البطلات الدولية تحت شعار الكعف أو تحت شعار الفيفا وقلت وقتها مش منطقي حكم عنده 47 سنة تجدد له تاني وتحطه في القائمة الدولية هيطلع البعض يقول لي كده كده الكابتن محمود عشور قم بر القائمة الدولية لأنه تخطى السن لا كلام ده من الصح الكابتن وجيه أحمد السنة الماضية أو المسلم الماضي وهو الكابتن محمود عشور تخطى 45 سنة حطه في القائمة الدولية في الفار ودخل والسنة دي 47 سنة وتحط في الكشف الطبي عشان يكون موجود دمن الحكام المرشحين للقائمة الدولية لولا اللي احنا قلناه هنا ولولا الأرقام اللي طلعناها على الهواء مباشرة وقلنا أن في حكام أحق من الكابتن محمود عشور والله العظيم كمان مرة كان الكابتن محمود عشور هيتحط وكان فيه أسماء تانية كمان كانت ممكن تتحط في القائمة الدولية لكن احنا سلطنا الضوء على تفاصيل محدش كان بيكلم فيها ليه؟ لأن احنا في نهاية همنا مصلحة مصر حكم 47 سنة لا عنده كاس عالم ولا عنده كاس أمم إفريقيا ولا فيه مناسبات قرية الفترة اللي جاية مش هيتطلب في أي مناسبة لما اندخلش وجه جديد ندخل حكم عنده 37 سنة 38 سنة نستفيد بيه دخل هو وقل فرحان دخل عمر الشناوي دخل حسام عزب حجاج دخل الكابتن الدسوئي ممكن ياخده 6 ممكن ياخده 3 أربعة ده هنشوف الفترة الجاية لما الفيفا يعلن القائمة بشكل رسمي في شهر نوفمبر لكن بالمناسبة والله يصدقوني لو الكابتن عصام عبد الفتاح كان موجود وهو رئيس اللجنة كان الكابتن محمود عشور موجود كان الكابتن محمد الصباحي موجود كانوا يتنون دول تحديدا كانوا موجودين في القائمة الدولية وأسامي تانية كانت ممكن تتغير كمان في الحكام السابعة اللي موجودين في القائمة الدولية ولكن حصل تعديل خدوا بالكو أنا مش معنا أنا بتكلم كده أن المعايير كانت بنسبة 100% سليمة لا برضو كانت في تفاصيل تانية في معايير تانية ما كانتش بنسبة 100% صح بس الأسامي كانت موجودة الحكام موجودين يعني ديجي تبصها لحكام الساحة محمود البنة رقم واحد بقى رقم 3 إبراهيم نور الدين رقم 3 بقى رقم واحد هي رؤية فنية لللجنة وهي تقارير اللجنة وتقارير المرأبين بس احنا اتفرقنا على المتشاط شفنا المتشاط هل في مباراة لعيبة محمود البنة كانت فيها مشاكل تحكمية قارن بقى عن ناحية تانية كابتن إبراهيم نور الدين والمشاكل واللحصة في بعض المتشاط والقرارات وكان فيه لغت كتير في بعض السوريات التحليلية على القرارات التحكمية محمود البنة من الأسامي اللي تضطرب دايما في كل الأحداث الدولية برا مصر كان بيدير مباراة بارح في الأردن بيدير مباراة في إفريقيا بيدير مباراة في البطولة العربية دايما اسمه مطلوب وكلنا عندنا ثقة دايما في كل الحكام بس كابتن محمود البنة آخر سنتين تلاتة هو رقم واحد في مصر تيجي تبعث الاسم رقم تلاتة كانت بالنسبة لنا غريبة تيجي في القائمة الدولية لقينا الحمد لله وقال فرحان رقم تلاتة وكان فيه أسماء تانية كانت لازم تخش كان مفهود السيد شعبان يكون موجود كان فيه أسماء كان لازم تكون موجودة محمد الصباح يكون موجود بس ممكن يكون ترتيبه الخامس السادس الرابع كان بس كيبقى موجود تمام؟ لكن المعايير كانت على ناس وعلى ناس وماركت لاتنبرجي في التحديدا في القائمة الدولية ما كانش ليه القرار بنسبة يعني 80% هقول نسبة 20% انه هو قال لهم لا مش عايزين الناس اللي فوق السنك فاكد لكن 80% التانية كان من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد القرى